المسيح أرسل الروح القدس والكتاب بقول لا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم يعني كتير مرات احنا بنحزن الروح القدس بالخطية اللي بنرتكبها بنحزن الروح القدس عدم فهمنا للقيمة اللي الله أعطانا ونا حبيت انت لما وجهت فكرة حلوة انه محبة الله ما بتتغير محبة أبدي محبة أزلية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وعبرت الآية من سفر رؤية الذي أحبنا وقد غسلنا يعني هو بيحبك بغض النظر لأنه بيحبك كمان غسلك وافتداك من الخطيئة هذه الحقيقة لها بعد عميق يا أخي إلي وأنا نفسي بس توضح الفكرة أنه قديش امتيازاتنا وإمكانياتنا وحقوقنا في يسوع المسيح وقيمتنا يعني المحبة الأبدي وقيمتنا الغالية العزيزة إحنا غاليين على قلب الله يعني مش مجرد واحد يعني رقم في سجلات حكومة ولا في كنيسة ولا كده الله مهتم فيه يعني بقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير فإذا في عمل متكامل ومستمر أرجع تاني وأكد على الحقيقة اللي بيشكك المؤمنين وتعبهم أنه بيفتكروا أن المسيح دوره انتهى معي عندما خلصني وأنا بقى علي بشطرتي أكمل بقية الرحلة لكن في عبرانين سبعة وعدد خمسة وعشرين يقول من ثم يقدروا أن يخلص أيضا إلى التمام تود أطر مست حد النهاية الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم أخ نزار عندما أحبني الله الآب أحبني محبة أبدية وعندما خلصني أعطاني خلاصا أبديا وعندما أعطاني الرجاء أعطاني رجاءا أبديا الله ما ادنيش حاجة وقتية أو قال لي هديك خلاص عبارة عن خمس سنين أو هديك خلاص عبارة عن عشر سنين لكن اداني خلاص أبدي ودوة اللي بيخليني أتطمن أني إمتي ومكاني محفوظة إلى الأبد في داخل كفارة وشفاعة المسيح أمام الله الآب واحد من النقاط ذكرت أنه يعطينا الراحة الإطمئنان الضمان والسلام أنا عايش في سلام في يقين على أساس ما فعله يسوع المسيح لكن هذا أيضا من الجانب العامل زي ما تفضلت وذكرت لا يقودني إلى الاستباحة ولا يقودني الاستمراء الخطيئة والاستمرار فيها بل بالعكس يقودني إلى أنني أقدر عمل المسيح لأجلي وعندما أخطئ أرجع بسرعة وأقول مع داود أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيتي وأحذر كمؤمن لأنه إذا تهونت مع الخطيئة هناك تأديب وهذا التأديب قد يصل إلى درجة الموت لكن المؤمن الحقيقي في المسيح بشفاعة المسيح لن يفقد الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر